العبودية لله تعالى قد تكون عبودية عامة وقد تكون عبودية خاصة وقد تكون عبودية أخص فالعبودية ثلاثة أنواع النوع الأول عبودية عامة تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر لأن جميع الخلق قد خضعوا لله وذلوا لله تعالى قدرا وكونا كما قال سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا وقال تعالى ألم تر أن الله يسدد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب فمعنى يسدد له أن يخضع بأمره الكوني والنوع الثاني من أنواع العبادة هي العبودية الخاصة وهي عبودية الشرع وهذه إنما تكون لمن آمن بالله تعالى واستسلم لحكمه وأمره ومن ذلك قول الله تعالى وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا والنوع الثالث من أنواع العبودية عبودية أخص وهي عبودية الرسل عليه الصلاة والسلام ولذلك يذكر الله تعالى أو يصف الله تعالى الأنبياء في أعلى المقامات بوصف العبودية ففي مقام الإسراء والمعراج قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده وفي مقام الدفاع عنه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فهذه العبودية أخص أنواع العبودية